شوفوا الامور كيف عم تزداد تزايدا في غزة الامور عم تزداد تصاعدا يعني وهذا الكل عم بيحكوا اسرائيل عم بيقولوا نحنا الحرب طويلة وحماس ايضا نفس الشي عم تقولوا نحنا الحرب طويلة شوفوا كل عمل بغض النظر لازم يكون قلوا نتائجه وقلوا اسبابه الى اخره ونحنا كنا لا نستطيع يعني الدخول الى كواليس كواليس المخابرات نفوت على مطابقهم ما منقدور مو هيك لا على المخابرات الايرانية ولا على المخابرات الامريكية ولا على الموساد ما منقدور حتى هلأ بالفترة هذه اللي صارت ان الحرب حماس على اسرائيل لم يعلم بها الموساد ولم يعلم فيها المخابرات الامريكية ولا يعلم فيها احد منه حتى المخابرات بمنظمة التحرير لا تعلم فيها تعرفوا أنتو في يعني تعاون أمني بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني ميح؟ ميح فشو نحن لازم نعرف شو هي مين يعني الأطراف المشاركة بهذا بكل عمل نشوف مين الأطراف مين الأطراف اللي تستفيد من هذا العمل وهالأمور هذي بتخلينا نجع النتائج وخيوط القضية مثلا يعني منعتبره مثل اللعبي مو هيك اللعبي في لون يعني مين بلعب فيه مو هيك يعني مثلا شوفوا الإسرائيليين بيقولوا عن عن يمين نتنياخو بيسموه بيبي وأنا يا أخي كمان بدلعو يعني لنا نتنياخو طيب ليش ما مندلعو كمان لأسماعي الهنية يعني ليش كمان أنا بدي دلعو بديسميه هي هي نيح مشان اللعبي هيك يعني تصير هيك لزيزة شوي وفي لعب ثالث كمان كمان اسمو اسماعي بس اسمو اسماعي القاقاني وشو مدن نصيح لو ندلعو قيقي يعني بي 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 هي 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 وقيقي قيقي قيقي يعني تطلع سينفونيا والله يلازم يبحث عن شي موسيقاري عملنا سينفونيا عن هذي اللعبي يعني طيب أنا ما عندي أدنى شك خالت تحليلاتي وقلت من البداية يعني أنه المخطط الفعلي لهذه العملية هي هي إيران يعني وشوفوا المعدات والأدوات شوفوا رجمات الصواريخ كيف تغيرت على الماضي الماضي كان يطلعوا يحطوا لكيكي صاروخ ويشفطوه هلأ في عندهم رجمات صواريخ مصنئة مو بمصانع غزي ولا يدوية مثل ما بيعملوا بغزي بمصانع عالية التقني يعني معمولة في وين في إيران و السيد هني عندما طلع خيه يعني هي هي بس طلع خطب خطاب هذا الخطاب كان خطابا يعني هو دائما بيحب يحكي يكون يعني استاز يعني و بيخب العالم شو لازم يعملوا مثلي يعني مثل تشيكي فارا ها مثل بدي عم فكر حالو الثوري مثل تشيكي فارا وانا يا اخي رائع عربه كمان يعني هني بيعملنا هي هي واني نازم نعربه نعمل له مثلا شيخ فارا يعني هذا تعريب لتشيكي فارا ها ما تقل لي بعدين هذا تعريبة الشيخ فارا فهذا شو أمين بيخطابه شو قال قال بيخطابه انه هدف هذه الحرب هو الاعتداء على الأقصى وعملية التطبيع أهلي قامت فيها بعض الدول وتقوموا فيها دولا أخرى شوفوا هلا هدول ارتعبوا حماس ومحمر المقاومة هدول كله ارتعب ليش ارتعبوا لأنه فعلا كانت كل المعالم يعني كان عندنا خطوة لحل دولتين بتقديري خطوة واحدة بس لأنه يصير في حل الدولتين وبتعرفوا أنتو الوضع يعني وشو انه هذا هدف كان الحرب يعني هلا السعودي بدت بطل للطبيع يعني الإمارات المطبعة بدت تقولوا لا يا حماس من شاء الله نحن وقفنا عن التطبيع يعني هذا يلثم العربية السعودي بقضية أنه تطبيع هذه دولة مستقلية وحترارات انتو ما عم تدروا انتو ما عم تدروا تمنع التطبيع من منظمة التحريق الفلسطيني من سلطة يا رجل من السلطة في علاقات وطيدة بينه وبين إسرائيين في قضايا أمنية بتربطهم يعني في معهدات أمنية في تعاون أمني بين الدولتين فأنتو بكنت روحوا على السعودي وتمنعوا وإلى آخر هذا أكيد ما راح يحقق الهدف اللي عملتوه الهدف أنا بشعور أنه دائما في أخطاء تعرفوا في أخطاء صغيري بالتعلم الواحد كل إنسان يمكن أن يخطئ ولكن في أخطاء مميتة مهي أخطاء يعني أنت بتقرب على شي ساخن ولد بيقرب على شي ساخن بينلطع بيحترق يعني فبيبطل بيتعلم شوي شوي إنه هذه النار بتحرق ما علي بد أن أقرب عليها وفي شي اسمه أخطاء مميتة مثل شو مثلا يعني إذا تمسك السلك الكهربائي بروحك بتتفحم بتروح بتموت هذه الغلطة تموت يعني إذا تلعب الكهرباء وبدك تعمل تصلح شي ويعمى ناس ماتوا مش عن المصيم يعني أنا بعتبر إنه حماس قد مسكت بالسلك الكهربائي ومسكت هؤلاء المساكين من حماس هؤلاء اللي عم تسعرون وعم تعملون وإلى آخرين والسيد هاي هي وينه وينه هي 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 موجود بيطلع موجود بقطر على لو بيحطلنا صورة المسجد الأقصى والقدس من وراه وبيغشنا وبيحاول يوحينا إنه هو عم بيحكي من من القدس ووراه المجزد الأقصى لا ما فضحك الخميني خميني عفوا خميني فضحك فضحك إنه اتصل فيك إلى قطر وهناك على الانتصار الكبير هاللي فعلته حماس مو هيك طيب هلأ إذا منا نبحث الآن على شو هي يعني هالحرب هذي مو هيك ما قلت أنا حرب هذي قضية مميتي وستكون مميتي لغزة أيضا ومعملتوها مشان تدافعوا عن الأقصى شوف الكوارث التي ستأتي إلى الأقصى هلا بس ما تخلص غزة شو عمله هنا بيقال إنه في مخطط وهذا المخطط موجود من زمان إنه يعملوا يشيلوا غزة ويرحلوها إلى 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 سيناء وتعرفوا هذه السياسة الإسرائيلي من وقت لما بدت من وقت لما بدت أمنية الترحيل هذي مهين أمنية الترحيل والأربان بيقولوا لا وبصيروا سيحوا ويزعبتوا وعرفت شنونه وما بيطلع منه شي يعني في واحد اسمه عبد الله القسيمي هذا واحد كاتب سعودي إسلامي بعدين الزلمي ألحد وقال بعد ما ألحد إنه العرب ظاهرة صوتي وأنا أنا أضيف ظاهرة صوتي وذات رائحة كرهة أيضا شايف فشو طولي بيصيحوا بيزعبتوا بيقاقوا ومدري شو بيعملوا إلى آخر يذكرني إنه بسابعة وستين يمكن الجماحير تحمسيت وراحت على محافظ وصدقتنا دي إنه إحنا منا نحرر ومنا نروح على الحرب وإلى آخر إذا كنت روح على الحرب خلص بتعوا بكرة الصبح الساعة 8 بجيب سيارات ومناخدكن وبتروح على الحرب ولا واحد شايفين بس ضعبطة بس إحنا هيك بنعرف نشتغل من ضعبط فأنا بتقديري عم نحكي هلأ عن شو نتائج هلأ السريعة اللي صارت لا تستطيعون إيقاف عني التطبيع مع إسرائيل لا تستطيعون لك الضفة الغربية لم تتحرك هلأ شوفوا بتصير انتفاضات بالعالم مثلا مو هيك بيكون شي موجود مثلا تحت الاحتلال بيصير في شي عملية مثلا مو هيك مثلا بيهبوا الناس الناس بتحبوا بتصير تنطفضوا إلى آخره انتو تضفي ما أدرت ما سمعت لي كلامك لخطابك يا سيد هني هي هي فشتون يعني شتون يعني انت بدك تعمل هالانتصارات كلها أنا في عندي تساؤلات كبيرة شوفوا المحللين عسكريين وشو بدروب وستراتيجين وإن آخر يقول لك يا لطيف اللي الشغل صارت بغزي يا قسكرية يعني شغلة مخيفة عم بتضحكوا علينا يعني كانوا هؤلاء يكتشفوش جديد ما اكتشفوش جديد هني عادوا شي ما كان عملوه نعمل ب73 وبنفس اليوم بعيدهم وهذا كان سبت أيضا وكانوا ببيوتهم ونايمين وقعدين وعم بيشربوا وعم بيذكروا وعم بيغنوا هم هيكا يعني ما عملتوش جديد هذي اللي تشين عمل سابقا أنتوا سوريا ومصر وبتفكير بتقديري من أنور السلات العملي العسكري الصاري هاذا اللي هيك صار ما عملتوش جديد يعني و وأنا بصير يعني عندي علامة استفاهمي كبيرة ونقطة تحتها كمان أنه يا أخي إسرائيل معروفي بي أنه ما في جيش بالعالم مثل جيشها يستطيع أن بظرف 24 ساعة ها مثل ما عملوا ب73 ما نحن وصلنا لطبرية بظرف 24 48 24 ساعة هذول يستطيعوا تجيش 350 ألف جندي ما في جيش هيك بالعالم يستطيع فأنا عندي استقراب وعلامة استفاهم كبيري عن ردة الفعل الإسرائيلية يعني كما لو أنه هذول الشباب عم بلبرح وممرح وكأنه ما عندهم شي يعني فرقة هيك تحرك سريع أنه يبعثوا مثلا طيارات بسرعة لا 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 تركوهم تركوهم بتعرفوا عندي هيك توقعاتي أنا تركوهم لي فرجوا البشاعة والإجرامة اللي قامت فيه بعضها بعد رجال المقاومة بعض عضاء حماس يعني شوف البشاعة اللي صارت وهذه يعني إسرائيل بتدفع ملايينها للأفلام اللي عملوها نفسهم دول الغزاوية الحماسيين مو الغزاوية عفوا الحماس وعملوها الأفلام وعرضوها ببلاش خربتكن بأولة إسرائيل لعمشوا أغبياء أنتو واللهي بتدفع لكم عليهم ملايين بشرفي تدفع لكم عليهم شوفوا شو غباء كل لويين مصدر حتى ما بتعرفوا تستغلوا للوضع يعني ما بتعرفوا تستغلوه فهذه الأفلام هاللي مخيفي بيروعبوا هالك المال هم تطلع أفلام جديدي أنا شفت أفلام وقلت ما بدي أعرضها عليكم لأنهم فعلا يعني أخذون في غزاوي أخذوا أصغار أطفال من إسرائيل وجايبا قال عنده هيك تربية جاج وشايل الجاج وحط الأطفال هيك شي بيقطع البدن يعني نفتشتون طيب هلا بيطلعوا لك بيبعتوا لك أفلام كمان شو عم بيعملوا المستوطنين و هيك هدول عم بي كمان عم بيتجعوزوا إلى آخر أيه المالعنف ولد العنف والحقدي ولد الكراهية أيضا ولد الكراهية ولد الكراهية يعني ما في شي ما عم نعمل شي جديد نحن هدول بديتوا هيك ولا عملوا هيك وصار في بي إسرائيل شوف شو عملت هدي لإسرائيل هدي حرب 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 حماس شو عملت إسرائيل الوضع مفتت في فيها هدي الحكومي المتطابل في تباع ناتني أخو عنده مشاكل وإلى آخر وحدت هدي الحكومي هلأ المجتمع عم بيقول ضربوه نحرقوه ندبحوه نطالعوه من غنزة هيك الصوت اللي عم تطلع من الداخل عفتشلون الوضع العالمي لا يسمح كان يعني شوي عم بيدعم الفلسطين وعم بيقول لازم يصير في حل وإلى آخر هو والدعم لإسرائيل خف شوي شوف شو صار الدعم لإسرائيل دعم مخيف من أمريكا ومن ومن بريطا بريطانيا بعتت قوات أمريكا بعتت حاملة الصواريخ ما كل أمور تأخذقاس بنتائجا وشو هذه النتيجة من أن نضربطها كلها طبعا هذا العمل العسكري اللي قامت فيه حماس هو عمل مخطط ولو مشي تتسنين مو هيك هبي هيك صاريت لا محضرين حلن جماعة ومعاملينه ومنسقينه بشكل جيد ومجموعة أسخاص فقط هلي بتعرف للمسالك ما نفشل في السر وما صار معروف شو حبي عمل فبتشوف مثلا مين المستفيد من هذا الموضون هلا ما نشوف يعني فاتورة الخسارة والربح مين الرابح من هذا الموضون شوف شو عملت حركت إيران يعني أنا شوف يعني بشوف حسن نصر الله بحترمه عندما نقال الواقع يعني زلمي ما كذا في أحد الخطابات قال ليكو يا جماعة راتبنا وأكلنا وغزاءنا ومسكننا كله جاي من إيران حكي زلمي بصراح وقال إنه إذا المرشد الإيراني بيتطلع يوحي لهم يعني بس يتطلع فيه بيفهم عليه حسن نظرة إذا تطلع فيه بيعرف شو شو ما في داعي لنا نعرف كيف نتصرف نتصرف شايفين كلام زلمي عم بيحكي بشكل واقع حماسك ما بتقول مع إنه حماس شوف هلا بس حماس شوف شو تلكيتها كاربيتكا أولا هدولي عبارة عن يعني ناس سلفيين هذا إسلام سني سلفي إخوان مسلمين يعني سلفيين وما بيقربوا شي مع الشيعة يعني في عداء بناتهم عداء كبير بين السلفي وبين الشيعة هذا إذا منحكي من نجرة نظر ديني إيران عم تستخدمهم تعرفوا يعني يعني دروع هناك عندها دروعة هناك بتقدر تحركوا إنه إيمة ما بدا تقدر إيمة ما بدا تحركوا وأنا اللي مني مني فهمانه يعني ما عم بدخل براسي ما عم بدخل براسي يا أخي يعني قطر يعني مثلا يا أخي قطر فيها شعب مسقف فيها ناس فهمانين فيها ناس يعني أنا إنه هي يعني مركز لها الأخوان وهالتعصب الديني مركز للطالبان وهلأ هني هني كودة حماس وللإسلام السياسي المتطرف يعني ليش ما نفهمانه ما نفهمانه هذا الموضوع وأنا يعني أنتو لم تأخذوا التجارب والعبر من الدول العربية هلي دعمت الإسلام السياسي والأخوان وحضنتهم مثل السعودي ومصر وإلى آخر وشو عملوا فيها بعدين لكن تطلع يا سيد يا أمير قطر قمير أمير قطر شوف شوفي معنى أنا بيحترم والدتك وبيعتبر امرأة متحررة وامرأة عصرية وامرأة يعني شوف شو بيحكوا عنا بالإنتريد شوف بتطلع شوف بيبهدلوها وبيحكوا عليها مين هدول تعرفين هدول عم بيسيول شرف أمك وشرف أمك وشرف أمي هدول الأخوان هاللي أنت حاطتون عم ترعاهم عم تطعميهم هدولي نفسهم عم بيعملوا صور على أمك وعم بيسيبوه عليها وعم بيشتموا بأعرضك لأنه قل طلع على المسبح ومبين رأبتها هدولي هدولي نفسهم هدولي أنت عم ترعاهم فأنا مستغرب من القطري يعني مستغرب هذا الموقف منهم وهذه الرعاية للإرهاب الإسلامي مستغربها تماما طيب هلأ الموضوع فشفنا النتائج شو هي شفنا أنه إيران تحرك هدرعها هذه عندما تريد والموضوع محدد من ثلاث سنين بس عملية الانطلاقة هذي كانت منظمية يعني شوفوا قتلونا ببعتونا وهذه صارت كل المعطيات والهيك يعني صارت عندنا معطيات كبيرة أنه أنه بعتوا الإيرانيين في مشاركين بالمسائرات الإيرانية هي ضربت أهلنا في كلية الحربية بحمص وهذول المجرمين هذول المجرمين هذول عرفوا أنه فيه إطلاق ناري يعني وزير وزير الدفاع كان موجود وطلع قبل بشيء 40 دقيقة ولم يعطي إعاز مدير الكليين يعرفوا أنه بدأت نضرب المنطقة طلبوا منه الخروج لم يعطوا إعزاء هؤلاء المجرمين هذول المجرمين هذول بالانتشار أنه خلال 10 دقيقة أخلوا الساحة ولكن أخي يخلوها وتيجي الطائرات تضرب نقول شايفين النظام قديش رهيب قديش حما شعبنا من هذول الخوانة والموقت أمرين يعني لازم تقتلوهم لازم تقتلوهم ما أعطيتهم فرصة للنجاة يا جماعة شفتوا الإجرام هذا وين كيف وشفتوا بقى كيف متغيرات صارت يعني خطيرت عملية غزة استفادت منها القضايا هذه كلها عندنا السويدة الحراق بالسويدة ضربونا الكلية الحربية ويا الله يا غزة نتفضل الأقصى كارثي ستحل على الأقصى وكارثي ستحل على غزة شوين وين غزة رايحة وين غزة رايحة هلا مثل يكون أنه عم بيقولوا المشروع هذا لأنه غزة تترحل هو من أيام حسني مبارك أنه طلب من حسني مبارك هذا حسني مبارك طلب منه ورفض وهذا في تسجيلات على الإنترنت موجودة لحسني مبارك عم بيقول أنا عم بيقول نسال الموضوع إلى نتنياه نسال الموضوع وأعيد الموضوع في عهد مين يحذركم مين مرسي محمد مرسي هذا الأخوانجي مرشد الأخوان فيه الأخوانجي يصار رئيس رئيس مصر والرئيس مصر الأخوانجي هذا تعرفوا الأخوانجيين عندهم يعني عندهم مستويات يعني المرشد هو كل شيء الطاعة الطاعة السمع هو الطاعة ما بصير المرشد تناخشوا وهكذا المرشد في إيران ما بصير تناخشوا عندما وافق المرسي على أن تتحول أنه يعطوه شو أنه يا أخي هلأ غزي هي مشكلة هي غزي مشكلة لمية لسلطة الفلسطينية ومشكلة لإسرائيل يا أخي ومشكلة لإسرائيل يعني هلأ بس يصير في حرب بيقولوا طيب تعب ونقف الحرب لن تفاوض غزي لا تريد حماس لا تريد تفاوض حماس منظمي مصنع في إرهابيا في دول عديدة في العالم ومنظمي لا تريد بده تتحرر إسرائيل بشبر ما بتخلي كل شبر من الأرض الفلسطين بده تتحرره شايفين شلو وهذا الخطاب السياسي نحنا بنعرفه يعني هذا جلي بيعرفه خطاب عبد الناصر والقومجي من 50-60 سنة إلى البحر وإلى آخر يكن بنعرفه عم بيعيدوا وإنتاجوا عم بيعيدوا نحن ما بنعلم نحن أطفالنا التاريخ ومنقلهم شو نستنتجوا الدروس والعبار ما بنعلمون فبيجونا ناس وبيعيدونا الطبخة من 50-60 سنة شايفين شلو وبيعيدونا وعم بيعيدونا نفس الارهاب نفس الارهاب هلا الالفلسطينيين من من 69 أول عملية شو عملوا أول عملية خطف طيارات كان جاي طيارة من لويس أنجلوس من أميركا إلى تل أبيب بده تنزل برومة ومن رومة تجاع تل أبيب طلعوا اثنين من هدول الأشاويس من جبه الشعبي وشو عملوا خطف الطيارة هذي كانت أول عملية خطف في العالم عرفوا الفلسطينيين عن أنفسهم عن قضيتهم بعمل إرهابي بامتياز شايف شنو وراحوا على إسرائيل تحت حيفا وطلعوا منا وقالوا له التوجه إلى دماشق وتوجه إلى دماشق بعسيين وبتعرفوا قومي والآخري أتقلوهم وبعدين أطلقوا صراح وبدأت مسلسل وبدأ مسلسل الطيارات هذه خطف الطيارات عرفتوا شلو هذول هيك عملوا بعدين تعلموا الفلسطينيين لا هذي عم تضرنا والله عم تسيئلنا وبعدين مو بس هيك ان يتعلموا كمان لأنه بتعرف في عندهم لذول دائما في عندهم ناس إرهابيين بيحبوا يبرزوا عن حالهم وإنما صارت شركات الطياران في العالم والدول تعمل على يعني بشكل كبير جدا تحافظ على سلامة الطياران وأنه ما يفوتوا ناسه يعملوا مشاكل بدأت الطيارات بعد ما خلصت الطيارات إجت فترة النعر والدهس به في 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 الضف وصارت أما أشاكل مخيفة يعني تلاقي ناس عم تنتظر على شو اسمه هل بدي ينتقم من واحد مدل شوف هل بروح بيتغسل الناس الأبرياء وصار عم نية إجرام مخيفة والناس كلما لو عم تشوف هالرعب الأرهابي هذا الموجود نعرف تشلون ووجد بعضين هالي عمليات بتعرف يعني الأرهاب الإسلامي هيك تعزز شوي صار عنده صار عنده تجربة كبيرة بأحداث إذا عش عيلول أخذوا الطيارة نفسها وضربوها بالأبنية شايفش أخذوا الطيارة نزداد رعبة حماس شو عمليت أخذيت قطعت الناس جندي جريح صاروا يدوسوا عليه أتلوه هو حي في واحد ما اسمه يعني شي مخيف شي مخيف هذا خلى العالم تولوا بالكم تولوا بالكم قالوا دعا هلأ أنا فهمت خطابه لا هي بسأل أنه والله بدوا بدوا المقاومة في الخارج وبتجي حماس بتعرف بتحرك هذول وبصير يطلعوا بالأسطينا أفشلون بالأسطينا أفشلون بصير يتظاهروا هلأ طلع قرارات في الاتحاد الأوروبي بعض الدول الأوروبي ممنوع دعم الدعم المنظمة الإرهابية بحماس ممنوع التظاهر تعرف هذول أنه سلطات حكومات أوروبية رخوة يعني ماكرون ومعكرون تعرف المعكرون بيكون هيك طويل شوية بتحط بالمي الدافقة بالارتخي هذول حكومات رخبة هذول بتحط شوية بتأيون بطل يعب تعرف بكون تطلعوا طلعوا بس كل واحد بطلع هلأ إذا نرأطوا من رجعوا على بلده ولا واحد بطلع مثل أيام بدنا نروح وقال حرر فلسطين ولا واحد إجاء قلنوا متحمسين بطلع بالمظاهرة من يمسكوه من رحلوا على بدهم إذا عندهم مواطني من ناخد المواطني منه ومن رحلوا على بلده ولا واحد بطلع أنا عندي ضماني ولا واحد بطلع شايفين شلو هذه هي المشاكل كمان مشاكل كل ما أنا إلى أين راحين إحنا يعني وين راحين إلى أين زاهبين كما بيقولوا إلى أين غزة هذا المخطط اللي من أيام حسني مبارك وافع عليه مين مرسي وفي خطاب في خطاب للمحمود عباس عنده وعم بيقول أنه مرسي كان من مؤيدي أنه يسير في غزة بسيناء وهذا الخطاب بدي أرلكم يا بدي بلكم تسمعوا هلأ بهذا البس فإذا بتشوف كل المعطيات غزة وهلأ شو بدين يعملوا هنا أمر طبعا السيسي بتعرف عنده مشاكل وعنده أمور الانتخابات بدين يدخل والوضع الاقتصادي مرتب وبيقول نحن لا نرضى ولا نعمل ولا ما عرف شو بتطلع الأصوات هذه المعارضة شايف شتون وبدين نفضوا أمر واقع أمر واقع تعرف الناس بغزة هذي مغلوب على أمره هذي ملتان الديك تبعا عرفت شتون من وراء حماس جو عم ديت وبيسترجو واحد يحكي مننو شي وبينفتو هل شو عم بيقلو قل نتحدث مع مراسلنا في غزة شون الوضع الاجتماعي يعني الناس مع حماس ولا ضد حماس بين بعضهم شو بيحكو مسترجح يقول لهم ومشون بيمسكوه بين حرون أحر شوف مثل مثل في واحد شغلي بتضحك جدا جدا مضحك يعني الف واحد فلسطيني عربي ينبين عن شكله عربي يعني عرباني هيك شوي مثل شكلي يعني وحاطت الشنطة على شو اسمو عم بيعمل قال انت مع فلسطين ولا مع اسرائيل فالناس خافت تقول له أنا ما بدي أحب جاوب على هلك سؤال أنا بدي يجاوب في واحد هيك قال له لا لازم تجاوب سيطلع وراه انو العما بازي بعتني شي واحد يقتلني عفتشتون طلعت وحده قلتوا أنا بالاستاين بالاستاين عفتشتون قلتوا أنا بالاستاين قال له وبيسألهم منين انتو كذا أنا من challenging أنا stretch ما في عربي الخاص تقول له ابو وتقول عن حالة فلسطينية لم تقول أنا سورية من من فلسطينية بس يروح على أوروبا والله أنا حضر ها حضر هيك مرة برنامج في واحدة يمنية هل كانت بإنجلترا هل قد يسارك بإنجلترا ألتوا سنتين أنا بريطانية أنا بريطانية يعني واحد هادي يومين بس بيعدوا بسوريا ما بيرلك أنه هو فلسطيني بس بيعدوا سيني سنتين بخولندا بيلك أنا خولندي أنا فرنسي أنا انجليزي أنا بريطاني أنا بريطاني أنا سري زمانهم بالبلد بدي أحكيكو أن هيك شغلي يعني شوي الموضوع وحصلت على مواطني وكنت اشتغل بالجامعة فالبروفيسور رئيس القسم تبعنا قال احترام يعني صديقنا عماد استلم ما أملوا لنا هيك دعوة حفي زيلي يعني وسؤالك من قبل أحد أصدقائي فسألني سؤال قال لي يعني هل أنت خلص يعني صرت تشعر أنك أنت بولوني هيك جعلني هيك سؤالك قالوا لا أنا لست بولونيا أنا مواطن بولوني ولكن قالوا أنا ما في دم بولوني فيه يعني ما في عندي دم بولوني لا أمي بولوني ولا أبوي بولوني أنا سوري يعني بس مواطن بولوني بدك تفرق بين القومية والانتماء وبين المواطنة والقومية شيء اتنين يختلفوا مع بعض ولكن إذا سألت ابني هلي عنده أم بولوني وهو أبوه سوري هو يمكن يجاوبك شو بشعور أكتر سوري ولا بولوني هل تروني؟ هكذا تعرضت لهذه سؤال هنا ترى واحد يقول لك أنا شون 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 وترى واحد مثلا بيقول لك أنا بولوني أم حمد طبشي ما فيشي أنا فرنسي أو بقول لك قام الفرنسي بعمليه هذول الفرنسيين يعني الإعلام الفرنسي قام محمد فيشي طبشي الفرنسي محمد فيشي طبشي بعمل أرهابي ما بيقولوا العربي لا محمد فيشي طبشي الفرنسي هيك له هذا هيك نفشانو فمصيبتنا كبيرة يعني مصيبتنا كبيرة أنا بتقديري أنه هذا العملته غزي نتائجه السنتائج بدأت تكون كارسية جدا بس يعني بداية الطريق والطرفين هيك عم بيقولوا والناس هدولي والناس هدولي عم تدفع السمن غاليا طبعا عم بيقولوا بشدة الإرهاب الضرب طبعا هلا قديش راح من الفلسطينيين طبعا كل شهيد يعني طبعا مو كل دم لا كل دم الأبرياء أما دم هدولي ماذا ما بنعتبع ليهم يعني تصوروا أنتو الأبراج عم تنزيل مو هي أبراج بيكون البرج يكون فيه 20 ألف وحدين بس بيستصلوا فيهم بلهم طلعوا فبيطلعوا بيضربوا أنا عندي سواء هيك سواء لو أنه الأمور بالعكس يعني لو حماس بموقع إسرائيل مو هيك وإسرائيل موجودين بغزة بتصوروا فيهم بلهم ونطلعوا من الأبني منا نضرب ها وضربوا هالأبنية هادي والأبراج وهالأمور هادي ورح شي ألف وخمسمين ملي ألف وثلاثمية حسب وكالات الأنباء اللي عم تحكيه كانوا بتعرفوا أديش ضحا كان صارت إبادي جماعية باستمرار وتطلع منظمات حقوق الإنسان هادي منظمات حقوق الإنسان والمفوضية المجرمين والأرهابين حقوق الإرهابين والأرهابين تدافعوا وتحكي وتقول كاذا يا أخي شلون أنتو عم تعملوا هيك وقوتاريش بيطلع قوتاريش هاد عمين العام المتحدة هاد عصابة شو اسمه خلية الإخوان رئيس خلية الإخوان في الأمم المتحدة وبصير يحكي وينظر ويخطب وإلى آخر نتائج هادي هي النتائج هادي هي بعض النتائج الكارثي هادي عملتها حماسة هادي بتأدي إنه بدت تفرض على الأحداث بدت تفرض على مصر هاللي مصر عم تقول إحنا ما بنا نفتح للمصر المصر بدون يتطروا الضغط الأمريكي والأوروبي وحقوق الإنسان أنه أنتو هذول المصرين لازم بتاحهم معبر للمرور فبيفوتوا هذول الغزاوين بيفوتوا الملايين وبتفضل غزا ويتطبق المشروع بإرادة وعدم إرادة مصرية ما تنسوا السويدة وإسا حناجر أهلنا في السويدة عم ترتفع متل ما عم بسمع أكتر فأكتر تحياتي لكون أنا أسمي عماد إبراهيم وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر